اهلا بكو متابعين قناة خبراء اللغة الانجليزية النهاردة ان شاء الله معدنا مع درس جديد من دروس اللغة الانجليزية هنتكلم النهاردة عن الحكم والامثال في اللغة الانجليزية طبعا زي ما انتوا عارفين ان الفترة دي احنا عاديين بسبب الحذر وفيروس كورونا ربنا ينجي الجميع ان شاء الله ودايما نحاول تستغل الفترات دي في تعلم لغة جديدة اضي وقت بدل السوشال ميديا وواقع التواصل الاجتماعي حاول تتعلم حاجة جديدة تستفيد بيها بحيث تخرج بعد الفترة دي قوي في اللغة او ايا كان مجال الدراسة بتاعك تقدر تبقى اقوى او الشغل تقدر تبقى اقوى فيه من الاول والحكم والامثال في اللغة الانجليزية سلسلة جديدة هنبتدي نقدمها على قاداتنا خبراء اللغة الانجليزية هنقدم السلسلة دي درس ان شاء الله كل اسبوع خلاص وحنحاول نقدم لكم فيديوهات تانية بطريقة متكررة خلال فترة الاجازة اللي احنا فيها ونبدأ مع بعض كده بشرح الحكم والامثال يعني ايه حكمة او مثل او ايديوم تسمى الحكمة او المثل في اللغة الانجليزية ايديوم ايديوم معناها حكمة او مثل والحكمة او المثل بيبقى مقصود بيها شيء غير الترجمة الحرفية للكلام يعني لو جيت ترجم الحكمة او المثل ترجمة حرفية هتلاقي ان الترجمة الحرفية ما بتديش معنى الكلام لان الحكمة بيبقى فيها تشبيه او استعارة خلاص و بتدل على شيء مخالف تماما للكلام اللي بيتاني زي عندنا كده في اللغة العربية حكمة امثال كتير خلاص كده مثلا حكمة كل الطرق تؤدي الى روما مش معناها فعلا ان كل الطرق تؤدي الى روما معناها ان جميع الطرق بتوصل لنفس المشكلة او لنفس الحل لما واحد ماسا يقولك طب انا اتصرف ازاي اعمل ايه تقوله انت كده كده هتوقع في المشكلة دي مثلا فتقوله كل الطرق توديه لروم عندنا برضو في الانجليش نفس الموضوع هنبدأ مع بعض بشوية idioms خاصة بحرف الا يبقى هنبدأ بالتسلسل الحروف النهاردة معانا شوية idioms خاصة بحرف الا نبدأ كده مع بعض طبعا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم وشير للقناة وسبسكرايب للمش مشترك على القناة وتفعلوا الجرس وزرار التنبيهات علشان تتابعوا كل ما هو جديد في قناة خبراء اللغة الانجليزية نبدأ مع بعض اول حكمة معانا بتقول يعني ايه كلمة معناها نصيحة مجانية نصيحة مجانية لما تقول الواحد انا هتديك نصيحة لوجه الله زي ما احنا بنقول كده نصيحة مجانية مش طب مش طلبك فيها بفلوس فتقول له هتديك نصيحة مجانية تعالوا كده نشوف المثال اللي معانا بيقول ايه دعني اعطيك نصيحة مجانية اخلع حزائك المتسخ بيكوز مام هاز جاست كليند لان والدتنا او امنا لسه من اضافة البيت او لسه مخلصة تنظيف في البيت طبعا ايه اللي هيحصل لو اخونا ده دخل بالشوز بتاعته ها هتبقى في مشكلة طيب فاخوه بقى بينصحه بيقول له خلينا اديك نصيحة مجانية اقلع الشوز بتاعتك قبل ما تدخل لان ماما لسه من اضافة البيت يبقى هنا قال له ايه لما تلاقي كده كلمة تعرف ان هو ده اللي مقصود بيه خليني اديك نصيحة مجانية خلاص تمام كده طيب لو جيت ترجمتها هتلاقي مجاني بتقطعة نصيحة يعني ايه قطعة نصيحة مجانية مجيش انما مقصود بيها خلاص كده نصيحة اه لوجه الله نصيحة لك مجانية خلاص تعملها خلاص وهكذا ندخل على تاني واحدة طيب انتوا عارفين اج اج معناها ايه اج معناها بيضة طب لما اقول ان شخص جود اج جود اج هل معناها ايه لو ترجمع حرفات انها ايه بيضة جيدة ماينفعش طبعا معناها ان الشخص ده شخص جيد شخص عنده مبادئ شخص مهزب شخص كويس في التعامل تمام كده تعالوا نشوف كده المثال بتاعنا يو اللايك ماي انكل علي انت هتحب قوي خالي علي فهو شخص جيد فهو شخص جيد يبقى المقصود بيها كحكمة او مثل شخص جيد طيب عكسها عكسها بقى في المثال التالي خلي بالكم معايا rotten egg rotten egg معناها شخص سيء كلمة rotten في اللقاء الانجليزية معناها فاسد يعني شخص فاسد شخص سيء شخص لو قعد في مكان بيفسد اللي حواليه لو حد صاحبه بيفسده خلاص كده بنسمي rotten هنا مع ان rotten هنا معناها فاسد للطعام ولكن احنا لما نقول بيضة فاسدة مش معناها خالص ترجمة حرفية لا معناها ان الشخص ده سيء او غير جيد اوكي تعالى ناخد يلا المثال مع بعض be aware of that guy احترس من هذا الفتى he spoils everyone he is a rotten egg يبقى المثل بيقول احترس من هذا الشخص انه يفسد من حوله هو شخص سيء be aware معناها احترس of that guy guy معناها شخص وممكن يقصد بيه شخص فتى او فتاة ولد او بنت راجل او ستة يعني guy مش محددة لان في بعض الناس مفكر ان كلمة guy معناها رجل لا boy او man طبعا ولد ومان رجل اما guy يقصد بيها البنت او الولد الراجل او ستة مفيش فتى احترس من هذا الشخص بعد كده قلنا he فحددنا بقى ان guy ده هو فتى او شخص او رجل be aware of that guy he spoils كلمة spoils يعني يفسد everyone يفسد من حوله he is a rotten egg فهو شخص سيء تمام كده معايا طيب نخش مع بعض على المثال اللي بعده green horn يعني ايه green horn كلمة green معناها اخضر horn معناها قرن عارفين القرن بتاع الحيوان زي القرن الغزالة مثلا او قرن الكبش مثلا تمام كده خلاص ولكن green horn مش معناها قرن اخضر لا معناها ان الشخص ده ما عندوش خبرة اما خبرة في الحياة او خبرة في العمل خلاص شوف مع بعض كده المثال ده بيقول ايه when i joined the company عندما التحقتوا بالشركة i was a green horn ادي المثال المعانا هو i was a green horn كنت شخصا بلا خبرة and didn't know anything او did not know anything ولم اكن اعرف اي شيء يعني كنت شخص بلا خبرة اول ما جيت الشركة وما كنتش فاهم او عندي خبرة في العمل تماما يبقى green horn معناها بلا خبرة ال idiom او المثال اللي بعد كده ننزل تحت مع بعض a horse of different color طيب كلمة horse يعني معناها حصان طبعا different color لون مختلف ينفع اقول حصان بلون مختلف طيب هل معناها كده طبعا لا زي ما تعودنا عشان نفهم معناها لا يمكن المقارنة او شيء مختلف تماما انت بتتكلم على حاجة وانا بتتكلم على حاجة تانية ما ينفعش نقارن ما بينهم انت بتتكلم على شخص والشخص ده التاني ده وحش جدا وده جايد جدا ما ينفعش ده اعتبر شخص مختلف تماما لا يمكن المقارنة ما بينهم ناخد كده المثال مع بعض Jason is greedy Jason ده شخص طماع but David ولكن David is a horse of different color هو شخص مختلف تماما ما ينفعش القارن ما بين ديفيد ما بين جيسون ليه ديفيد is kind and helpful هو طيب ومتعاون طيب ومتعاون خلاص تاني نقول المثال Jason is greedy but David is a horse of different color he is kind and helpful جيسون طماع ولكن David شخص مختلف تماما فهو طيب ومتعاون خلاص كده تمام ندخل على آخر معنا النهارده في الفيديو حقيقة ده مضحك شوية انت عارفين لما يبقى فيه سر أو خبر فيه حد يعني مش عايز اللي حواليه يعرفه وفجأة كده يجي واحد يقول له عليه فيقول له ايه ده انت عرفت ازاي يقول له العصفورة قالتلي العصفورة قالتلي المثل ده زي موجود في اللغة العربية بمعناه موجود في اللغة الانجليزية بنفس المعنى وهنا بقى لو ترجمت المثل ده ترجمة حرفية هتلاقي ان يعني طائر صغير اخبرني او العصفورة قالتلي تمام لو ترجمت تطلع صح شفتوا بقى احنا هنا يعني مش لازم كل الامثال تكون استعارة احيانا بيكون فعلا المثل هو هو ترجمة المثل هو المقصود طبعا بي خلاص طبعا المقصود بي طبعا مش عصفورة بتكلمك وتقولك ولكن معناها ان شخص اخبرك ده واحد بيسأل التاني بيقوله انت عرفت ازاي عن الموضوع الفلوس خلاص كانوا كانوا بخبي فلوس مثلا او جاي له فلوس ومش اي لحد وفجأة جي واحد قال له انا عرفت ان جالك فلوس فقال له طب انت ازاي عرفت اختك اللي قالتلي خلاص كده تمام يبقى هنا قالت البرد طولد مي معناها العصفورة قالتلي يعني حد اخبر حد بسر ما كانش المفروض يتعرف او ما كانش المفروض حد يعرف كده وصلنا لنهاية الفيديو لو عجبك الفيديو لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة لو انت مشترك معنا وشير على الفيسبوك مواقع تصل للتماعي لو حاسس ان الفيديو افادك ما تنساش سيب لنا تعليق اسفل الفيديو ونشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة من سلسلة او الامثال وفي فيديو اخر من فيديوهاتنا على قناة خبراء اللغة انجليزية شوفكم بكل خير مع السلام